بسم الله سمي العليم من سلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري ويستر لي أفضل تم الليساني يبقى وقولي كيف الحال كيف يلهمنا كيف المعنويات إن شاء الله عالية كيف المحاضرات السابقة إن شاء الله مرة طيبة إحنا لساتنا في الشابتر الرابع اللي هو Changes During Pregnancy شرحنا المحاضرة الأولى اللي هي Physiological Changes عشان لو شفناها ما نخاف نحكي إنه هاد أبنورمل تقلنا بعد ذلك على Diabetes نيجي هسا على Hypertension ليش إحنا شرحناهم هذول أول محاضرتين لأنه Systematic disease هذول فلما نحكي DM مثلا المحاضرة الماضية هذا مش عضو واحد يعتبر أوكي هو الخلل بيكون في Pancreatic Islet of Langerhans Beta Cell ولكن إنه بيأثر على كل الأعضاء نفس الإشي الhypertension إحنا كنا قاعدين نحكي عن Systematic Disorders وليس Single Organ Effect بعد ذلك راح نأخذ المواضيع اللي هي Related to Organ 1 Rather than إنه يكون Multiple Organs تمام نأخذ اليوم الhypertensive disorder ليش هذا الموضوع كتير مهم و لازم نركز عليه زي ما احنا بنعرف أحمد صالح سكتير ميديكال ستودنت إيميل رقم التلفان ليش مهم؟ اللي هو Fourth Leading Cause of Maternal Death in Jordan اللي هو الhypertension Related to Pregnancy أو Pregnancy related hypertension من الmost common cause of maternal death اللي هو هيموراج ثرومبو إمبوليتيك events وسبسس هي بالحقيقة بصراحة ثرومبو إمبوليتيك أكثر من الهيموراج الهيموراج فيه أشياء control سوينا فيه عندنا recommendation to prevent الهيموراج بس الثرومبو إمبوليزم الشغلات to prevent or to manipulate with thrombo-imbolic events بتكون أقل أو محدود مقارنة في المانجمينت اللي ممكن نسوي للهيموراج فبالنهاية هدولة هم the most common three causes هيموراج ثرومبو إمبوليزم and sepsis The fourth cause of maternal death اللي هو hypertension تمام في واحدة من كل 10000 ست بصير عندها pre-eclampsia-eclampsia كمان شوي حنعرف انه pre-eclampsia او the-eclampsia هي عبارة عن subtype من أنوان كبير بنسميها hypertensive disorder كل 100000 واحدة بتموت منهم Case fatality rate 6.4 death لكل 10,000 case تمام شو كمان ايش المهم غير المaternal death كمان new natal morbidity and mortality بتزيد على الطفل زي شو الموربديتي زي intra-euterine growth restriction فبنولد أصغر من الحجم اللي المطلوب ينولد عليه less than 10 centile of the gestational age ممكن ينولد قبل معاده pre-term labor فكل هدولة morbidity على الفيتس طبعا المورتاليتي لو كانت الست بتعاني من hypertensive disorders زي pre-eclampsia-eclampsia وغيرها أكيد حيكون أكثر مقارنة في الأم النور متنسب أوكي نيجي هس على incidence هنقسم الhypertension لنوعين أساسيات هل الست بتعاني من ضغط قبل الحمل فبنسميه pre-existing أو pre-gastational hypertension وهذا نثبته 1-2% من reproductive age اللي هما بصير عندهم الحمل 25% من اللي عندهم أصلا ضغط ودخلوا في حمل بصير عندهم pre-eclampsia فصفت عندي كل الستات اللي فترة reproductive age قديش نسبة اللي عندهم ضغط 2% حلو قديش نسبة اللي بتحول لpre-eclampsia خلال الحمل كل واحدة من كل أربعة حلو طيب ممكن يكون الضغط أول ما بلش بلش في الحمل فبنسميه gestational hypertension بشكل من كل الستات اللي بيحملو 6% يعني من كل ميت ستة بعانوا من gestational hypertension لpre-eclampsia من كل الحوامل 4% وبيكون بعد الفرست trimester ممكن يكون اه developed after 34 أسبوع وممكن يكون قبل 34 أسبوع فهنقسمهم الpre-eclampsia لنوعين والله هل صار قبل 34 أم لا بعد أكثر الحالات لpre-eclampsia بتصير بعد الفرست trimester وخصوصا باللاست ثيرت trimester يعني بعد 34 أسبوع 10% بيصيروا قبل 34 أسبوع 5% وفي 5% بيصيروا بعد الولادة يعني اليوم الثاني لليوم التاسع من الولادة بيصير عندهم hypertension أو pre-eclampsia Diagnosis شغلة الـ Diagnosis شغلة الـ Diagnosis للـ Hypertension أو الـ Screening يتم عن طريق جهاز واحد اللي هو جهاز الـ Sphingomanometer فمش زي الـ Diabetes انه في عنا أكثر من طريقة لا الـ Hypertension فقط قراءة Sphingomanometer طيب هل اعتمد الـ Electronic ولا الـ Manual الجواب الـ Manual أكثر دقة فأنا بعتمد على الـ Manual الـ Reading أكثر من Autonomic أو Automatic Reading حلو بحكي انه الـ SET عندها hypertension in pregnancy لما يكون أصلا هي حامل ولما أقسلها Blood pressure وأشوف السيستول احنا بنعرف كل قيمة ضغط لها بسط و مقام البسط اللي هو السيستوليك والمقام اللي هو الدياستوليك لو كان البسط أكثر من 140 والدياستوليك أكثر من 90 واحدة منهم كافية انه أقول انه هذا hypertension يا إما السيستوليك عالي أو الدياستوليك عالي تمام هل أول ما أحط الجهاز وأفحص خلص أشوف 140 أو أكثر معنى ذلك hypertension افرض الـ SET لما إجت أصلا على الـ Clinic كانت أصلا فيه Stress وعندها Catecholaminesin phareso و Stress hormones وهي لذلك لذلك احنا لازم أسوي أتليست 2 reads يكونوا أكثر من 140 أو المقام يكون أكثر من 90 أتليست 2 majorments وما بينهم على الأقل 6 ساعات تمام؟ حلو severe hypertension لما يكون السيستوليك أكثر من 160 أو الدياستوليك أكثر من 110 فصفت عندي normal اللي هو 120 على 80 لو زاد لوصل 140 إلى 90 هذا بلسة احنا بنحكي في normal range pre hypertension أكثر من 140 على 90 نحكي عنه hypertension أكثر من 160 على 110 نحكي severe hypertension كيف بقيسه؟ احنا اتفقنا أنه في عنا جهاز واحد سواء كان للسيكرينينج أو الدياغنوز اللي هو ميركري سفينجومانوميترز اللي هو المانيول طبعا لازم أراعي زي أي ضغط سواء كانت سستحامل أو مش حامل إنه أحط appropriate size يكون كلتين الأرم نحط size الكف لأنه زي ما بنعرف لو كان الحجم الكف صغير هنعطي abnormal positive يعني false positive إنه هي عنده ضغط و بالحقيقة هي ما عندها لازم تكون قاعدة 45 درجة آآ قاعدة أو متمددة على 45 درجة بنحطه على إيد اليسار على مستوى القلب طيب بما أنه إحنا بنحكي عن manual بإحنا لازم نسمع أصوات في إنا الكروسكوف sounds في إنا first and second للخامس إحنا شو اللي بنسمعه بنسمع الأول وبنسمع الخامس الخامس هو عبارة عن absence sound اختفاء الصوت اللحظة اللي بيوقف عندها الصوت بيختفي بيكون هاتيمة الدياستول ولما أرفع 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 ويختفي الصوت أو إني أرفع زيادة عن الضغط وأسكر الوعاء الدموي وأصير أنفس شوي شوي عشان أقلل الضغط وأول ما أسمع صوت بالفلويدز أو اللي بلد صار فيه بلد فلوه هدي قراءة السستول أعيدة الفكرة المانوفر كيف بتصير باجي بحط الكف على الإيد اليسار على مستوى القلب بكون إن المريض قاعد أو إنه لاينك 45 درجة بعد خمس دقائق من القاعدة تفعته بحط الجهاز بصير أنفخ أنفخ ونحط السماعة بحط السماعة على على الساعد من جوه بصير أنفخ الكف زيادة زيادة عبين ما أبطل أسمع صوت برفع الزيادة 20 مليميتر ميركري وبصير بالبومبنج باج أصير أنفس فيها بنفس 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 عبين ما أسمع الفلويدز وهو بمشي عن طريق السماعة أول ما أسمع بشوف القراءة هاي السستولك بظل أنزل أنزل عبين ما أبطل أسمع صوت أول ما أبطل أسمع صوت بشوف القراءة بحطها في المقام هذا الدياستوليك الصوت الأول اللي سمعته برقم واحد والصوت الأخير الثاني اللي هو أبسنس ساوند اللي هو بنسميه فيز فايف أو ساوند نمبر فايف هنا هاي قراءة السستول والدياستول طيب في 15% من النساء وأنا بنفس 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 بوصل الصفر من ريميتر ميركوري ولسه سامع صوت بهاي الحالي باعتمد الصوت الرابع للمقام وليس الصوت الخامس ولكن بكتب النتيجة على شكل ثلاثة أرقام وليس رقمين بسط مقام وكمان على مقام شو أهمية إنه أكتب عثلات بحيث أحكي إنه أنا اعتمدت الدياستول اللي هي القيمة الساوند رقم أربعة وليس رقم خمسة ليش لأنه رقم خمسة بنكتب آخر إش اللي هو زيرو فهذا البسط اللي هو السستوليك 148 المقام اللي هو الصوت الرابع أربعة وتمانين والأبسنس ما في أبسنس أوف ذي ساوند يعني ما في فيث ساوند بالكروسكوف ساوند فزيرو تمام نيجي هسه قبل ما نبدأ بنلاحظ إنه الهايبرتينشن مرتبط بكمية بعلاقة كبيرة مع البروتينيوريا يعني لما أسوي يوريناناليسز بيطلع فيه إنه بروتين في اليورين في هاي الحالة لازم أسوي غير إنه أسوي منيتورينج للبلد براشر عن طريق سفينجو مانوميتر لازم أسوي بروتينيوريا ديتكشن كيف أسوي ديتكشن؟ فيه إنه أكثر من طريقة هذول الخمسة طرق أهم طريقتين اللي هم أول تنتين إما بسوي ديبيستيك تست وهذا بيكون ليس سنسيتف أو ليس سبيسيفيك خلينا نيك إنه مش حساس بالطريقة اللي أنا بدي إياها اللي هو بيكون علبة بنجيب اليورين بنحط فيها زيك ورقة عباد الشمس لمدة ثلاثين ثانية بنشوف اللون بنقارنه مع اللزقة الموجودة على الغلاف تبع العلبة لو كانت النتيجة اللون مطابق لل البوزيتف ون بروتين أكثر أو مور معنى ذلك إنه هذا في عنا بروتينيوريا إذا كان أقل بيكون هذا اسمه تريس وما فيش بروتينيوريا والله ممكن طريقة تانية شو نسوي نجمع نخلي الست تقول لها والله من الساعة سبعة أنت ما طب تقومي بتقول لك مثلا الساعة سبعة الصبح بتقول لها أول ما تقومي من النوم بولي وأول بول ملاش فيها بعد ذلك أي مرة بدكترويها الحمام جمعيننا إياها في باك عبين ما تصير الساعة سبعة تاني يوم هدول 24 ساعة بنحكي عنهم 24 ساعة يورين كولكشن عيبها إنها بدها فترة طويلة إحنا بنحكي 24 ساعة عبين ما نقدر نحكي إنه فيه بروتينيوريا والله لو أخدناها على اللاب ولقينا إنه في كل 24 ساعة تركيز البروتين أو كمية البروتين 23 جرام اللي هي بتعادل تقريبا 300 ميلي جرام لكل ميلي مول بهاي الحالي بحكي إنه الست عندها بروتينوريا بشرط إنه الفيرست مورنينج فويدينج شو حكينا ما بنحسبها ما بندخلها جوه الباب بتبول بالحمام عادي بعدين بتصير تجمع في العالم فيه ناس يحكي لك صار يحكي لك ليش 24 ساعة بنقدر نسوي 8 ساعة 8 ساعة يورين كولكشنز لازم يكون الجرامات 165 اللي هي تقريبا نص إلى 24 ساعة يورين بروتين ممكن نسوي راتيو ما بين الكرياتينين والبروتين فلو كانت الراتيو بين بروتين و كرياتينين 23 ميلي جرام بروتين لكل واحد ميلي جرام كرياتينين بهاي الحالي بحكي بروتينوريا ممكن اسوي البومين كرياتينين لو كانت كمية 2.5-8 ميلي جرام لكل ميلي مول بيكون 2.5-8 ميلي جرام البومين لكل واحد ميلي جرام من الكرياتينين هي هيك معناها طبعا احنا ما بنلجأ لهدولة اخر 3 احنا اكثر استخداما اللي هم اول تنتين شو ميزت الراتيو انها spot diagnosis يعني عينت بول واحدة كافية انه من خلالها شخص هو بروتينوريا ولا لا يعني فقط مرة واحدة مش 24 ساعة او 8 ساعات زي الحالات السابقة ليلي هسه شو الامراض اللي بتندرج تحت مسمى الكبير اللي هو hypertensive disorder related in pregnancy فيه انه chronic hypertension انه يكون عندها اصلا من الاساس hypertension قبل الحمل او قبل العشرين اسبوع او ضلوا بعد البيرث ب 12 ويكه كيف فكرة ال gestational diabetes والpre gestational diabetes احنا كنا بنحكي لو اول تشخيص كان للسكري خلال الحمل بهاي الحالة شو بنسوي بنراقبها بعد 6 اسابيع او 6 شهور باورال غلوكوز او جي تي تي بنشوف والله لو كان هاي معنى ذلك انه اصلا هي عندها سكري بس هي مش منتبهها حالها ومش مش اخصينها فهي chronic diabetes type 1 او type 2 ولكن لو كان normal رجع السكر الطبيعي بنحكي عنه هذا gestational diabetes وحكينا بتشخيص طبعه retrospective نفس الاشي في الhypertension والله لو انه كان اول مرة تشخص بالhypertension خلال الحمل هنسم بعد العشرين اسبوع هنحكي عنه هذا gestational hypertension بس ننتبه ننتبه ما كملتش الجملة بس خلصنا والدة الست وضلوا الضغط عالي بعد 12 اسبوع من الولادة بهاي الحاله صار اسمه chronic hypertension يعني مسمى gestational hypertension مسمى خاطر فيمنا كيف؟ طيب متى بنلجأ لهاذي انه نغير التسمية لما يكون first detection للhypertension during pregnancy فصفى الكرونيك hypertension له ثلاث تعريفات اما الضغط اكثر من 140 على 90 قبل الحمل ممكن خلال اول 20 اسبوع من الحمل اما خلال اي فترة بالحمل اي اسبوع من الحمل وبس بشرط انه ضلوا بعد الولادة ب 12 اسبوع نيدي هسه على gestational hypertension هو عبارة عن انه blood pressure elevated فقط فقط بدون لابروتينوريا لما شفنا فحصل ديبستيك او 24 hours كان negative مفيش end organ damage بهاي الحاله بنسميه gestational hypertension حلو؟ gestational hypertension لو ضلوا blood pressure elevated ممكن ينتج عنه بروتينوريا وممكن تدخل الست في end organ damage بهاي الحاله بنسميه pre-eclampsia فصفى لpre-eclampsia الحال اللي قبلها او الستاج اللي قبلها بيكون gestational hypertension pre-eclampsia لو كانت مترافقة مع سيجر صار اسمها Clampsia فصار كأنه قاعد بحكي انا شو تسلسل بالمرض يعني gestational hypertension لو ضلوا elevated blood pressure رح تدخل بروتينوريا and organ damage رح نسميها بهاي الحاله pre-eclampsia صار with seizure منسميها هدولة التلاتة لازم نفرقهم عن بعض صحيح هم بقدوا لبعض بس مختلفين يعني ليش مختلفين؟ المانجميك مختلف تمام فصفت عندي gestational hypertension ما بقدر اعرفه انه هدا gestational hypertension الا وين عند الولادة عند الولادة ما صار اي مضاعفات بهاي الحالي بحكي gestational hypertension ممكن pre-eclampsia بيكون blood pressure elevated with proteinuria and sign up symptoms of end organ damage مثلا الكبد بنحكي عنه elevated liver enzyme قاعدين نحكي عن الكلة اللي هي البروتينوريا مثلا ال الريتينوباثي ممكن يصير ممكن يصير عنا a headache كل الشغلات هدولة end organ damage أو injury خلينا نحكي بالاضافة proteinuria و blood pressure elevated هنسميها pre-eclampsia هنقسم pre-eclampsia ل two types اعتمادا على قراءة blood pressure لو قراءة blood pressure أعلى من 160 على 110 بنحكي عن هاي الحالي severe تمام لو كانت أقل من 160 على 110 بنحكي عنها mild في تقسيمة ثانية مش اعتمادا على blood pressure اعتمادا على وجود end organ damage بحكولك لو في end organ damage هذا أي symptoms حتى لو هدك persistent لحالها هذا عبارة عن نوع من أنواع end organ injury معنى ذلك severe pre-eclampsia لو ما فيش end organ damage فقط elevated blood pressure أقل من 160 110 مع proteinuria فس هدول التنتين بهاي الحالي بنحكي عنها mild فصفة تعريف severe pre-eclampsia لو تعريفين pressure أكثر من 160 ع 110 أو symptoms sign or symptoms of end organ damage تمام واحدة منهم أو كلايهما بنحكي عنه severe pre-eclampsia بعد ذلك في أنه اللي هو النوع اللي بعده من الhypertensive disorder اللي هي eclampsia هي عبارة عن pre-eclampsia أنه الست عندها pre-eclampsia وصار عندها seizure نوحة generalised tonic clonic بشرط أنه أصلا مش بتعاني من neurological conditions ما كانش عندها seizure من الأساس مش الست مشخصة أنه عندها epilepsy بهاي الحالة لو صار عندها seizure ما بحكي عنها eclampsia بتكون لسه pre-eclampsia ليش؟ لأنه أصلا عندها neurological condition فشرط أشخص eclampsia يكون فيه ثلاث شروط أصلا عندها pre-eclampsia اللي هو proteinuria elevated blood pressure or sign and symptoms of end organ damage هذا اللي pre-eclampsia ما عندهاش أصلا neurological conditions بيؤدي إلى seizure وصار عندها seizure خلال الحمد النوع الأخير اللي هو أسوأ أنواع hypertensive disorder اللي هو عندها pre-eclampsia صار عندها pre-eclampsia ومن الأساس عندها chronic hypertension يسميها pre-eclampsia superimposed on chronic hypertension هذا أسوأ أنواع الhypertension اللي بيصير خلال الحمل بيكون فيه proteinuria بعد العشرين أسبوع وأصلا هي شو عندها hypertension chronic hypertension قبل الحمل فيه تعريف ثاني إنه wortting and resistant hypertension last half of the pregnancy في النص الأخير من الحمل يعني بعد العشرين أسبوع with or without signs and symptoms of severe pre-eclampsia تمام نيجي هسا على الكريتيريا عشان أشخص إشي اسمه severe pre-eclampsia عشان أشخص severe pre-eclampsia حكينا عندنا شغلتين إما عن طريق blood pressure يكون أكثر من 160 عمية وعشرة على قراءتين بيناتهم على الأقل 6 ساعات وهي اتفقنا عليها بالإضافة وجود واحدة من هدول اللي هو end organ damage مع أو يعني إما blood pressure لحال أو واحدة من هدول يعني مش شرط يكونوا كلهم موجودين مع بعض ممكن blood pressure اللي هو أكثر من 160 عمية وعشرة أو إنه symptoms of end organ damage زي شو impaired liver functions thrombocytopenia pulmonary edema epigastric right upper quadrant pain اللي هو اللي هو دخل في liver cerebral disturbance اللي هو بيؤدي إلى headache visual disturbance هدولة فقط اللي بنحكي عنهم وجودهم severe pre-eclampsia بعبارة أخرى البروتينوريا لو كانت موجودة من خلالها ما أقدر حكي هذا mild ولا severe الأوليجويوريا ما بقدر أحكي أنه والله هذا severe pre-eclampsia intratathronic growth restriction ما بقدر من خلاله أحكي أنه هذا severe pre-eclampsia أو mild فصفت عندي إما عن طريق symptoms of sign or symptoms of end organ damage أو عن طريق blood pressure reading المالد صفت على هيك شو blood pressure أقل من 160 ع 110 with proteinuria لأنه لو كان بدون proteinuria بنحكي عنه هادا gestation or hypertension وليس pre-eclampsia no sign and symptoms of end organ damage اللي هم هدول نبدأ فيهم الأمراض واحدة واحدة هنأخذ بعد ذلك راح نأخذ اللي بعدها اللي هو اكلامسيا آخر إشي راح نشرح يعني هدول الأربعة دزيز اللي راح نشرحه راح كتير راح نعلق على خصوصا إنها في الأربعة اللي راح نشرحه فبيهمني أكون فاهمها وعارفها كل شيء راح نشرحها في التفصيل نحكي بسم الله ونبدأ فيه أن الريسك فاكتور بزيد من فرصة حدوث لpre-eclampsia أول إشي إن السيت لساتها أول مرة بتحمل أو ما خلفت لو ما خلفت ننلي بارس two-third of cases من الننلي بارس associated with pre-eclampsia أو لpre-eclampsia بيكون as a risk factor تلتين حالات لpre-eclampsia بتكون حدوث pre-eclampsia لاك بارتفع عندهم الضغط أكثر حامل افتوم أو أكثر twins triplet وهيك multiple gestation hydrops fetalis اللي هو collection of two fetal cavities or more fetal growth restricted abruption fetal dementia مات الطفل intrauterine intrauterine fetal death بنسميها اللي هو dimens كل هدور risk factor بيزيدوا من فرصة حدوث pre-eclampsia بالإضافة للمولار pre-eclampsia المولار pre-eclampsia لازم أحط عليها هيك ميزة إنه المولار pre-eclampsia في هاي الحالة اللي pre-eclampsia بتكون قبل 24 سوء نحن بنعرف إنه بتصير بعد العشرين فلو صارت بعد العشرين قبل 24 بهاي الحالة most likely تكون molar pre-eclampsia بعد ذلك لا بنشوف another risk factor اللي يكون حطنها في بالنا فصفت عندي molar pre-eclampsia قبل 24 اسبوع عنا elevated blood pressure بهاي الحالة لازم أحط في بالي pre-eclampsia until approved otherwise شو الأسباب الرئيسية والله ما في سبب أساسي بقدر أفسر فيه كيف اللي hypertension اللي أخذنا في medicine it's pathic بس في فرضيات بتفسرهم في عنا 8 فرضيات بتفسر حدوث pre-eclampsia أكثر الفرضيات قبولا هم أول تنتين فصلتم أنا هن هدول أكثر فرضيات قبولا لهيك بحكوه disease of theory كل واحد فيجع باله الفرضية بكتبها فهو disease of theory أكثر فرضية قبولا اللي abnormal development of the placenta في systemic endothelial dysfunction في غير ها في abnormal immune response antioxidant status قليلة inflammation infection genetic factors lipid metabolism abnormal أو diet اللي low calcium high sodium وشغلات زي هاي نتي هسا على أكثر فرضيتين قبولا نشر أول أول فرضية Abnormal development of the placenta abnormal development of the placenta نحن بنعرف انو البلاسنتا إلها شو وجه وجه جاي على الدستدوى بيزالس اللي هو قريب من الأم فهو كأننا قاعدين نحكي خلل من الأم فهو من spiral artery والجه الثاني اللي هي جاي من apalical cord ورايح للطفل فبنحكي fetal side فبنحكي بالدفكت في التروفو بلاست فظفت عندي إما يكون الخلل من الأم بال spinal artery بيكون في عنا increase the flow or decrease the resistance هذا الإشي الطبيعي ولكن بهاي الحالة بيكون في عنا زيادة resistance مما يؤدي إلى نقصان the flow ما بتكون large vessels ما بتكون tortuous إنها تكون surface area كبيرة وبالتالي بيقل flow و resistance تكون فيك عالية مما يؤدي إلى pre-eclampsia الفرضية الثانية أو الشغلة الثانية اللي ممكن يكون فيها الخلل بتأدي إلى abnormal development of the placenta اللي هي defective trophoblastic differentiation هدول التنتين بيأدوا إلى حدوث إشي اسمه hypoperfusion رح يقل كمية الدم من رايح الفيتس مما بيأدي إلى دخول الطفل في hypoxia and ischemia تمام هي هادي اللي احنا بنحكي عنها fetoplasental insufficiency هي هاي الفكرة الفرضية هاي نيجي هس على الفرضية الثانية اللي هي systemic endothelial dysfunction في اكثر من من بارت فيها في ناس بيحكو لك انه systemic endothelial dysfunction ادى الى زيادة الفايبرينيكتن فاكتور 8 فاكتور 9 sorry وث ثرومبوميديولين فاكتور 8 وثرومبوميديولين وفايبرينيكتن زادوا لما يزيدوا شو بيصير بالاوعية الدموية فازو dilatation في فرضية يعني بيقول لك لا يا عمي صحيح في عندنا systemic endothelial dysfunction بس السبب نقصان نايت coxide وبروستيكلي وهو prostaglandin i2 هدول عبارة عن vasodilator فلما يقلوا رح يؤدوا الى vasoconstriction طحت عنوان systemic endothelial dysfunction اللي هو عندنا disturbance في pro-andogenic factors والanti-andogenic factors في ان خلل ما بينهم في ريشو معين اللازم تكون حافظين عليها صار فيها خلل مثلا لما نقسم الanti-andogenic على pro-andogenic لازم يكون النسبة واحد فلو كانت اكثر من ذلك بنحكي عن هاي الحالة free ecclampsia فصفت اندي systemic endothelial dysfunction في اندي اكثر من بند بنص عليها اما او او بالنهاية انا شو المحصل النهائي صار عندي vasoconstriction اما بسبب زيادة الvasoconstricted agents زي fibronectin factor 8 and thrombomodulin اما بسبب نقصان الvasodilated agents nitric oxide والبرستocycline زيادة الvasoconstricted الاندوثيلين thromboxane A2 angiotensin 2 شو المظاهر اهم شغل انه في انه hypertension اكثر من 140 على 160 140 على 190 على قراءتين بينهم على الاقل 6 ساعات بالاضافة ل manifestation of end organ damage اللي هو ممكن يكون headache ما بيروح بالانالجيزيا hyperreflexia ممكن seizure لو صار في seizure بنحكي عن هاي الحالة انتقلت الى eclampsia visual abnormality ممكن يصير في عيننا disneya retro sternal chest pain اللي هو respiratory manifestation upper abdominal epigastric pain nausea and vomiting oliguria على urinary system ممكن يصير في عيننا fetal growth restriction oliguria luga luga hydrominus or general edema كل هدول عبارة عن manifestation of end organ damage بس ننتبه وجود oliguria وجود fetal growth restriction وجودهم لا يعني انه هذا severe pre-eclampsia ولكن لو كان فيه اندي another manifestation معنى ذلك انه هاي pre-eclampsia وهي اتفقنا عليها بالسلايد الاول نيجي هسا لو بدنا نسوي فحوصات بعد ما نشوفنا manifestation شو ممكن نشوف ممكن نشوف cbc بنلاقي في عيننا hemo concentration نخصان في الهيموغلوبين وال platelets وزيادة في الهيمات وزيادة شو السبب اللي هو الفلاوات تطلع من ال vascular بتروح لل interstitium بنسمي third space loss بسبب الضغط العالي ممكن نصير في عيننا hemolytic anemia بنسميها micro angiopathic hemolytic anemia بيكون زيادة في البليروبين اللي هو end result من الهيموغلوبين metabolism بيقل عيننا الهبتو glوبين levels بيكون عيننا peripheral mers اللي هو بيكون normocytic anemia ثرومبوسايتوبينيا بيقل عدد الصفائح الدموية ممكن نتقل 150 ألف هي المفروض مش 100 ألف لو قلت عن 150 ألف لأنه normal لحد 150 لو أقل من 150 ألف خلية لكل micro liters أو cubic millimeters بهاي الحال بنحكي هاي thrombocytopenia ممكن تكون thrombocytopenia مرتبطة مع زيادة liver enzyme بنحكي عنها هاي help syndrome الhelp syndrome رح نشرحها إن شاء الله بعد كمان شوي في قادم السلايدات ممكن تدخل في DIC ممكن elevated creatinine level وحكينا إنه level of creatinine normal لحد 0.5 فلو لو كان زيادة عن 1.3 mg لكل deciliter بهاي الحالة ممكن نحكي إيش severe renal impairment هو normal 0.5 خليني أعدل الأرقام عشان يكون أمورنا تمام 0.5 mg لكل deciliter بنعتبره elevated طب ليش لأنه زي ما حكينا في المحاضرة تبعة النورمال الكومير فلتراشن رات بزيد during pregnancy معنى ذلك clearance of creatinine بزيد فيقل level in the blood serum protein or severe protein or elevated liver enzyme خصوصا AST hyper yuricemia زيادة yuric acid in the blood normal من 2 إلى 3 mg l during pregnancy وبنشوف elcoagulation profile elcoagulation profile ليش عشان rule out thrombophilia بس بدنا ننتبه elcoagulation profile لpregnancy عبارة عن hyper coagulable status اخذناها في الاول محاضرة معنى ذلك انه elcoagulation profile ما بقدر اسوي during pregnancy لانه راح يطلع positive فلازم اسوي between pregnancies ان الحمل عبارة عن hyper coagulable status تمام نيجي هسه متى بتنبأ متى بشك انه الست راح تدخل في preeclampsia متى شو الوسائل اللي من خلالها بقدر احكي انه الست راح يصير عندها preeclampsia في عن second trimester شو بنشوف فيه بنشوف diastolic notch وبيكون فيه increase uterine falsitial index وتحديدا increase uterine falsitial index ما بين 18 لال24 اسمور تمام فصفت عندي انا متى بسوي بال second week متى من 18 لال24 اسمور شو بشوف diastolic notch will increase uterine falsitial index هاي notch هانا systole هانا diastole نازل بعدين طلع هاي الطلعة بنسميها notch زي الحفرة نيجي هسه عالطريقة التانية اللي بنسوي فيها prediction انه ممكن يصير عندها preeclampsia عن طريق الانجيوجيني فاكتورز هكينا من ضمن الفرضيات اللي بتفسرها يكون في عنا ايشي اسمه abnormal endothelial dysfunction او endothelial dysfunction بيكون في عنا ما بين الانجيوجيني فاكتورز والانتي انجيوجيني فاكتورز بحيث انه الانتي انجيوجيني فاكتورز شو بصير في مستواها بزيد والانجيوجيني فاكتورز بقل مثال على الانتي انجيوجيني فاكتورز اللي هو عبارة عن السوليوبل اندوكلين اللي هو عبارة عن الانجيوجيني فاكتورز بيكون قليل مثال عليها اللي هو لازم لما نقسمهم لما نشوف مستواهم التنين لازم نقسمهم مع بعض فلو قسمنا الـ على VEGE أو قسمنا الـ على لازم تكون النسبة equal one يكون التنين تقريبا متعادلين بعض بعض لو كان عندي كمية الـ anti-anjiginec فاكتور أعلى فرح تكون النسبة أعلى من واحد ولو كانت الـ anti-anjiginec فاكتور أقل رح تطلع النسبة أعلى من واحد أو كليهما هذا مرتفع والانجيوجينيك نازل حتطلع abnormal فالأبنورمال يكون الليفل أكثر من واحد لو كان normal equal واحد ليش لأنه بالوضع الطبيعي الـ anti-anjiginec والانjiginec شمالهم متساويين بالconcentration نيجي هسا pre-eclamps يشخصناها انها pre-eclamps والله شو المنجمينت الحل الوحيد للعلاج اللي هو شو delivery لأنه المشكلة أصلا في البلاسنتا من ضمن الفرضيات اللي بتفسرها اللي هي abnormal placental development فصفت عندي لو أشيل البلاسنتا خلصنا الأساس المشكلة راح فراح تخف الحالي وتطل pre-eclamps بس أنا أيام في الرحم بحيث أن يصير فينا development ويتكون بشكل خصوصا للنج maturity و أخليه في الرحم قدر الإمكان بأطول فترة ممكنة بأقل complication على المتيرنل أو على الفيتل بهاي الحالي هقسم الكيس إلى ثلاث أنواع هنحكي والله لو البيش with pre-eclamps وقريب من التيرم يعني قرب من 37 أسبوع أو فوق 37 30 أسبوع ولد سواء كان mild أو severe pre-eclamps تمام بس بشرط شو near term أو add term تمام والله لو كان في إن maternal end organ damage أو لما شفنا الفيتل well-being لقنا reassuring test بهاي الحالة ولد بغض النظر عن el-custational age لازم نولد سواء كان end organ damage على المذر أو الفيتل will-being non-reassuring والله لو كانت المذر stable والفيتس stable ما فيش end organ damage ما فيش والفيتل heart rate زي العسل بهاي الحالة بنظلنا متابعين في conservative approach بس تمام حلو نيجي هسا نفصل management of mild pre-eclampsia احنا اخذنا الهيكل نيجي هسا بالتفصيل والله احنا نحفز نحبب انه يصير delivery عالتير بعد السبعة وثلاثين اسبوع لو كانت stable بنسوي expectant management بتشمل شو انه نسوي follow up نسوي monitoring لل blood pressure لل urine fetal well-being عن طريق ultrasound اللي هو biophysical profile one weekly ونعطي corticosteroid لو كنا بنحكي بين 24 ل34 اسبوع لانج maturity هل في داعي نعطي anti-hypertensive drug بما انها stable و mild elevated لل blood pressure ما بنعطي anti-hypertensive treatment يعني لو كانت ضغط فوق 140 على 90 واقل من 160 على 110 وما فيش end-organ damage بهاي الحالة ممنوء ما بعطي anti-hypertensive drug كيف بمشي الحمل بمشي الحمل conservative نيجي هسا على severe pre-eclampsia لازم اولد قبل فبولد near tear اللي هو من 32 ل 34 اسبوع تمام بس مش كل الحالات بتصبط معي في contra indication انه اخلي الحمل شغال في severe pre-eclampsia رح نجيها في بعد سلايدين لو كانت severe pre-eclampsia لازم ادخل ها المستشفى وما اطلحها الا والبابي محا بد ريست وفي كونتر يعني في question مارك عليها انه في dvt ريسك وهيك لازم اسوي منيطور كل ساعتين لأربع ساعات نشوف المتير مانيفيستيشن والسيمتوم هل في end organ damage ولا لأ كل اثنين لأربع ساعات strict fluid intake ممنوع تشرب سوائل كثير ولازم نشوف ونشوف قديش بتشرب ونقرنهم في بعض عشان لازم نسوي cbc كتني function test twice weekly corticosteroid بنعطي و assist عن طريق ال biophysical profile او عن طريق non-stress test test هل بلازم نعالجها الجواب A فصفت اندي عشان نفهم الموضوع management في pre-eclampsia management من قسم لقسم اعالج الضغط نفسه وعالج ال pregnancy عن طريق delivery اما اسوي expectant management او انه اولد بينما hypertension نفسه لو كان mild ما في داي اعطي دواء لو كان severe بعطي دواء بعطي الليباتولول اللي هو 20 ميلي جرام IV وبسير اضاعف الجرعة كل 10 دقائق يعني بعطي لمدة دقيقتين IV اللي هو 20 ميلي جرام الليباتولول وبشوف الضغط اضاعف والله ما تحسن بعد 10 دقائق بعطي جرعة مضاعفة عبن ما اوصل للجرعة القصوى اللي هي 40 ميلي جرام بعبارة اخرى بقدر اعطي 4 مرات اللي هو 20 بعد ذلك 40 بعد ذلك 80 3 دوز ممكن نستخدم hydralazine 5 ميلي جرام IV كمان وممكن نستخدم اللي هو نفي ديبين مين اكثر دوى مستخدم اللي هو hydralazine لشوه severe hypertension during pregnancy يعني لسه الست ما ولدت نفي ديبين اللي هو calcium channel blockers 20 ميلي جرام نعطي orally لازم في حالات severe pre-eclampsia نعطي ماغنيسيوم sulfate ليش عشان ما تدخل من pre-eclampsia تصير eclampsia ما يصير ش عنا سيجر ف تمام لهس طيب هل بولد انا على 32 ل34 اسبوع بكل الحالات severe pre-eclampsia جواب لا في حالات لو كان واحدة منهم موجودة indication اولد مهما كان عمر الطفل any gestational age regardless the gestational age hemo dynamic unstable على الومن صار لنا شوك non-reassuring fetal well-being persistent or severe hypertension وعطينا medical therapy وما تحسن persistent headache صار عندنا visual disturbance epigastric or right upper quadrant pain دخلت السيد في سيجر وصار عندها eclampsia pulmonary edema renal failure abruption placenta gestational age اكثر من 34 فالsevere اكثر عدد من weeks بقدر استنى لعند 34 بعد 34 باستناش بينما لو كانت mild كنت اولدها بعد 37 تمام intrapartum management شو بسوي خلال الولادة والله pre-eclampsia لحالها مش indication ان نسوي cesarean ممكن اسوي cesarean ممكن اسوي induction of labor 34 او 37 اسبوع حسب mild ولا severe شو اللي بحددي طريقة التوليد هي cesarean ولا induction of labor عن طريق البيشب score اهم شغله phytomaterment well-being stability والله كيف الhemodynamic للمother past obstetric history وهل دغلت في eclampsia ولا لا لازم زي ما احنا حكينا نسوي fluid balance during labor على الاقل كل ساعة 80 مليلي liter نعطي على الاكثر سوري لازم نعطي 80 مليلي liter بالساعة epigastric analgesia اأمن وافضل لازم ننتبه على شغلة thrombocytopenia وممنوع نعطي ergometrine اللي هو excitose متى بالthird stage of labor احنا بنعرف ان ergometrine اول من طلع الانتيرير shoulder of the baby بنعطي ergometrine للام بحالة pre-eclampsia ممنوع اعطي ergometrine شو الكمplication اللي ممكن تترتب على الست عندها pre-eclampsia في عنا مشاكل مرتبطة على الام وفي مشاكل على الطفل المشاكل على الام ممكن يصير في عنا انفصال machine placenta abruption ممكن يصير تدخل في acute renal impairment or injury cerebral hemorrhage hepatic failure hepatic rupture pulmonary edema ممكن تدخل في DIC وممكن EDMOD على الطفل ممكن ينولد حجم اصغر من الحجم الطبيعي فنسمي intraeuterine growth restricted ممكن يولد قبل ما عاده pre-term labor premature respiratory distress intraventricular hemorrhage and necretizing enterocolitis يعني كاين قاعدين نحكي عن مشاكل pre-term baby والله لو ست انا شاك انو عندها او ممكن تدخل في pre-eclampsia شو الشغلات اللي ممكن اعطيها اياها اسويها اقلا من فرصة دخول الستات في pre-eclampsia طبعا احنا بنحكي عن high risk women اول شغلة بنممكن نعطيها aspirin اللي هو low-dose aspirin اللي هو 81 mg daily شو الفكرة منه بقلل لثرومبوكسان A2 synthesis وبالتالي anti anti angiogenic factors بتقل وبالتالي اللي هي السبب الاساسي بقل شغلة التانية prostacyclin او prostaglandin I2 بزد التصنيع فاحنا حسنا من circulation ممكن نعطي calcium لانه من ضمن الفرضيات اللي بتفسر اللي هي diet theory تحكي لك انه low calcium supplement بيأدي الى دخول الست في pre-eclampsia فبنعطيها calcium antioxidant لانه في عنا reduction في antioxidant theory فبنعطيها vitamin C او vitamin E بس هلا ما ما عليها كثير دراسات انه reduction anti-oxidant agents فلذلك انه ما احنا مش بنعطيها لكل الستات ممكن نعطي nitric oxides زي glyceral trinitrate وبنفس الوقت هذا ما عليه كثير من الدراسات انه ندخله بالrecommendation اهم شغله اللي هو الاسبرين هاي ما ننساهاش شغلة التانية ممكن calcium غير هيك كله تحت الدراسات ولسه ما فيش اثباتات انه والله مفيد زي ما احنا حكينا متى بنعة الاسبرين لما يكون في الست بال high risk حكيناهم قبل شوي اللي هم اول محاضرة pre-eclampsia تمام نيجي هسه خلصنا من pre-eclampsia اللي هي اطول جزء من المحاضرة هسه نيجي على تقليب ورق كل مرض سلايدين 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 ونخلص المحاضرة ان شاء الله على ذلك والله لو كان انه سبير pre-eclampsia ودخلت الست بسيجر مع العلم انه ما عندهاش neurological condition زمان يعني ما كانت تعاني من epileptic conditions قبل اول سيجر اجتها خلال الحمل وكان عندها pre-eclampsia بهاي الحالة بحكي عنها الحالة eclampsia فالeclampsia عبارة عن سيجر بست عندها pre-eclampsia in absence of other neurological condition تعد obstetric emergency الإكلامسيا طيب هل في عندنا شغلات بتحس فيها الست قبل ما تيجي نوبات السيجر او الconvulsion اللي هو بقاه فهي predicted seizure زي شو ممكن headache الرأس من الامام او من وراء فمنسمي occipital headache او frontal headache ممكن نصير فينا visual disturbance epigastric pain right upper quadrant pain alternation في mental status قديش نسبة حدوثها نسبة حدوثها بالsevere pre-eclampsia 2% بينما لو كان mild pre-eclampsia نسبة حدوثها 0.6% فهنا قاعدين نحكي انه مجازا انه الاeclampsia هي complication of severe pre-eclampsia تمام ممكن تصير النوبات السيجر اما خلال الحمل اما خلال الحمل او اثناء الولادة او بعد الولادة اكثر نسبة اللي هو خلال الحمل فبنحكي antipartum intrapartum او postpartum الpostpartum هنقسمها اول 48 ساعة من الولادة او بعد 48 ساعة من اكثر واحدة بتصير intrapartum خلال الحمل شو الفرضية اللي بتفسر حدوث الاeclampsia ليش بصير عنا السيجر طب ما هي كانت pre-eclampsia ليش دخلت في اكلامسيا ليش صار في سيجر الجواب الفرضية اللي بتفسر هاي فرضية واحدة انه في عنا cerebral vasospasm صار في عنا تقلصات في الاوعية الدموية اللي بتروح للبريم ادى الى ischemia و cerebral edema صار انه converging شو المانجمنت بهمني في المانجمنت اللي هو ABC اول اشي في Airway Petency لازم احط المريض على الجنبه left lateral position نحط له oxygen mask 8 liter per minute oxygen ولازم نعطي anti-conversent therapy الanti-conversent therapy في عنا ثلاث ادوية ال first line او first choice اللي هو ماغنيسيوم sulfate فالماغنيسيوم sulfate استخدمنا في حالات pre-eclampsia كprotective واستخدمنا في حالات الاكلامسية كtherapeutic فهذا الدواء يستخدم للوقاية وللعلاج بنعطي 4-6 جرام IV لمدة 20 دقيقة وبنصير نراقب ليش عشان لازم نحافظ على الماغنيسيوم sulfate in the blood in the serum من 4-7 ميلي اكوفلنت 1-0 لو زاد عن ذلك ممكن يصير في عنا اشي اسمه plantar reflex اللي هو من 7 لعشرة والله لو زاد عن عشرة وصل 13 من 10 لعشرة بيصير في عنا زيادة في respiratory rate نسميها التكيبنية والله لو زاد عن 13 لو وصل لحد 15 بي الهورين output بزيد بيصير per hour 30 ميلي ليتر والله كل هدول manifestation لازم نراقبهم اهم اشي ما ندخلها انه في stage انه يصير في عنا تكيبنية احنا اول ما نشوف في عنا absence of the reflex او hyper reflux بهاي الحالة بنقلل الجرعة بنحسب serum magnesium level لازم يكون within 4 to 7 ميلي equivalent per liter متى بنوقفه بنوقفه اعتمادا خلفت واعتمادا على الconvulgent اعتمادا على delivery او على الconvulgent كيف بنشوف ابعد الاجلين والله لو خلفت اول وبعدين اجتها نوة الconvulgent يعني صارت postpartum convulgent بهاي الحالة بعد اخر نوبة convulgent ب24 ساعة بوقف الدواء والله لو صارت النوبة intrapartum او antipartum بهاي الحالة لما ولت الطفل ب24 ساعة بوقف الدواء فانا بحط اطول مسافة او ابعد شغلي صارت صارت اخر اشي convulgent ولا delivery والله delivery بعد 24 ساعة والله convulgent بعد 24 ساعة زي ما احنا حكينا ممكن نعطي IVM وهو subcutaneous الليفل تبع الماغنيسيوم لازم يكون من 4 إلى 7 لو وصل من 7 إلى 10 بصير في ال reflux بتتأثر من 10 إلى 13 respiratory rate لحد 25 urine output 100 لكل 4 ساعات تقريبا 30 m per hour لو صار toxic رفعنا الدوز بهاي فاهم اشي اللي بتغير اللي هو plantar repluxes فهاي لازم نراقبها ونحطها في بالنا الدواء الثاني اللي هو anti-convulgent ممكن نستخدم diacepam اللي هو مرقي عضلات ممكن نستخدم phenytoin كمان as anti-convulgent بالنهاية definitive treatment للإكلام سي شو هو deliver هل cesarean section indication او indication في الحالات اللي لسة الست ما دخلت في الاكتف stage of the labor لو دخلت في الاكتف stage of labor معنى ذلك انه البيبي قرب ينولد فبهاي الحالة بنكمل الفجان بس لو اجت النوبة anti-partum خلال الحمل بهاي الحالة لازم اولد cesarean ليش لانه زي ما حكينا من الشغلات اللي ما بستنى عليها في حالات السيجر بري اكلامس انها تدخل في سيجر اللي هو موضوع من حضرتنا نيجي هسا على السندروم اللي بعدها اللي هي لو صار فيه انها بالاضافة بري اكلامسيا والله فيه انها سيفير بري اكلامسيا صار انها هيموليسيز اللي هو مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا بالاضافة لزيادة في الليفر انزيم اللي هو AST مينلي ولقصان في عدد الصفائح الدموية ثرومبوساتوبينيا وجود هدولة ثلاث مع بعض هنسميهم هيلب سندروم من وين اجت الاسم حرف ال H من كلمة هيموليسيز E elevated وال L liver فهو elevated liver enzyme وال LP الاخيرة اللي هو low platelet فهادي كانها نيمونيكس للمانيفستيشن اللي بتصير بالاضافة انها شو كانت السيفيري بري اكلامسيا فالسيفيري بري اكلامسيا ممكن تدخل في طريق انها تصير سيجر اكلامسيا بنسميها ممكن تدخل elevated مع نقصان لبلاتلت مع هيموليسيز بتدخل في اشي اسمه هيلب سندروم قداش نسبة حدوثها من كل الف اثنين يعني 0.2% من كل بري اكلامسيا بيصير عندهم هيلب سندروم بيكون عندي السيفير فورم اف بري اكلامسا زي ما حكينا وبعد ذلك بتتحول لهيلب سندروم البرزنتيشن في البرزنتيشن اهم شغل اللي هو خصوصا او epigastric pain بنسميه بالاضافة للنوزي and vomiting طبعا الهيلب سندروم هاي لها جزء من محاضرات الهيباتيك المفروض ما تنشرح بس انه هنا بس تعريج يعني هنا سلايدين فيش غير هاي شرحين على الهيلب سندروم من الهيبرتنشن هي المفروض تنشرح ضمن محاضرات الهيباتيك وراح اشرحها اول جزء في الهيباتيك ممكن سير فيه انه morbidity على المذر وممكن تدخل في mortality المorbidity زي renal failure تدخل في pulmonary edema وممكن يتأثر على الطفل mortality and morbidity شو علاجها زي علاج الاكلامسيا او علاج ال DIC بس خليني اشرح شوية على الهيلب سندروم في انه الهيلب سندروم في انه تو كلاسيفيك راح نشرحه من شاء الله في محاضرات الهيباتيك changes in pregnancy اتوقع اخليها المحاضرة اللي بعد هال والله لو كنا بنحكي عن ال AST لازم نحكي عنه elevated two to three times in normal يعني كنا قاعدين نحكي عن 70 international unit per liter اكثر من ذلك البليتلت احنا بنعرف انه البليتلت اقل عدد طبيعي لحد 150 اقل من ذلك بنحكي عنه thrombocytopenia لو قل عن 150 1000 ووصل من 150 ل 100 1000 بنحكي عن هاي class three help syndrome والله لو كان اقل من 50 ل 100 1000 بنحكي عن هاي class two لو كان اقل من 50 1000 هاي class one help syndrome فالhelp syndrome بتقسمها plus three two one اعتمادا على severity كل مكان اللي بلايتلت اقل اكثر يعني نسبة thrombocytopenia more severe بتكون لكلاس رقمه اعلى يعني بدل ما class three class two بدل من class two class one فهمناها فالhelp syndrome classified according لل بلايتلت count من 150 ل 100 الف هذا كلاس three من 50 ل 100 الف كلاس 2 اقل من 50 الف هذا كلاس 1 ASD لازم يكون اكثر من 70 وفي بعض classification تقول لك اكثر من 40 واللي هيموليس لازم هو يكتب خلصنا هيك من الهيلب syndrome نيجي هسا على chronic hypertension هو هذا المفوض محاضرات medicine مش محاضرات نا اللي هو عندنا chronic hypertension بيكون في عندنا غالبا انه لو كانت السيد بتعاني من hypertension قبل الحمل او خلال اول 20 اسبوع من الحمل او انه اكتشفنا خلال الحمل وظلوا بعد الحمل 12 اسبوع بعد الولاد 12 اسبوع بنحكي عنه هذا chronic hypertension في عندنا انه chronic hypertension ممكن اثناء الحمل يصير في بعد 20 اسبوع proteinuria بهاي الحالي هنحكي عنه preeclampsia superimposed on chronic hypertension وممكن يكون chronic hypertension ما صار في preeclampsia فبنحكي عنه chronic hypertension فهدول في اللي chronic hypertension هنقسمهم لقسمين اما chronic hypertension لحال او chronic hypertension وصار معه بعد 20 اسبوع preeclampsia طبعا هذا بيكون بين بداية الحمل اكيد وقبل 20 اسبوع بصير في ان اضطرابات على الطفل زي fetal growth restriction وممكن preterm labor management of the chronic hypertension اول ما بتيجي الست على العيادة في وها عندها اصلا ضغط بقولها وقف الادوية ليش لانه اصلا ال pregnancy بيصير في انه progesterone release وهذا ال progesterone بيأدي الى vasotilation فراح يقل الضغط وزي ما اخذنا في changes انه بيقل الضغط during pregnancy والله لو استجابت بهاي الحالة بتكون هاي بنحكي عنها mild to moderate essential hypertension أو uncomplicated hypertension والله لو ما تحسنت بنضطر نرجع لها الادوية بنعطيها anti hypertensive therapy هل كل المرضى بنتبع هذا البروتوكول انه نوقف الدواء ونراقب ولو تحسن خلص ولو ما تحسنت بنعطيها الدواء الجواب لا في حالات زي secondary hypertension انه hypertension secondary to cause مش essential زي renin cells tumors زي correctation narrowing of the bilateral renal artery stenosis كل هدول الشغلات نحكي عنهم secondary hypertension بهاي الحالة ممنوع اوقف الدواء ممكن يكون في انه organ damage زي hypertrophy of the left ventricle micro albuminuria وعن retinopathy بهاي الحالة ممنوع اوقف الدواء لانه لا صمح الله لو وقفت الدواء في انه خطر انه ما يتحسن hypertension وبالتالي تسوء هاي الحالة فانا benefit انه اخلي الدواء افضل مني اوقفه اثناء الحمل dyslipidemia عندها او عمرها كبير فوق الاربين السنة history of stroke previous prenatal loss او عندها DM بهدول الحالات السبعة ممنوع اوقف الدواء بس بغير الدواء لدواء ما بيسوي تيراتوجينيك على البيبي تمام الهس حلو قديش القول لل blood pressure لو كانت chronic hypertension ودخلت في الحمل لازم اقولها اول اشوف ال end organ damage هل في ولا ما في نشوف ال written نشوف الشغلات اللي هو end organ damage اللي حكناهم ببداية المحاضرة والله لو ما في بخلي الضغط يعني ممكن اسمح في فممكن اخلي ال target لحد انه 140 ل 150 على ال diastolic يكون من 90 ل 100 بقدر بعطي مجال ولكن لو كان عندي end organ damage لازم اسوي restrict blood pressure ممنوع يتجاوز القيام الطبيعية يعني بخليه من 120 ل 140 ممنوع يتجاوز 140 وال diastolic ممنوع يتجاوز 90 تمام بينما لو ما في end organ damage بعطي مجال ممكن بالsystol والdiastol فلحد 150 على المقام 100 شو الادوية اللي بستخدمها لازم نفرق بين ادوية اللي كنا نستخدمها بالsevere pre-eclampsia عن medication philichronic hypertension philichronic hypertension هنستخدم المثل dopa رح نستخدم الليباتلول والنيفيدبين بينما في severe pre-eclampsia شو حكينا بنستخدم الليباتلول الhydrolazine المost common used او النفيدبين فصفى الاختلاف بالsevere pre-eclampsia hydrolazine في chronic hypertension المثل dopa خليني اكتبهم عشان هيك تفرق هل المايل pre-eclampsia بعطيه دواء antihypertensive الجواب لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام هل بعطي دايوري تيكس صحيح ممنوع عطي دايوري تيكس هتحكي شو الفكرة انه لما اعطي دايوري تيكس راح يقلي الفوليوم واصلا الست عندها هايبر كواغولي ستيتاس فبزيد الطيم بلي فممكن تدخل في دي بي بسرعة اكبر فممنوع اعطي دايوري تيكس اوكي نيجي هسا على الديليفري بنسوي كلوز فيتال سيرفيلنس لو كانت ميلد هايبر تينشن بنسوي ديليفري عالثمانية وثلاثين اسبوع على التيرم لو كان الهايبر تينشن وعلاجه الميديكيشن اللي هو مثل دوبا او بنعطي لابيتالول او نفيديبين بهاي الحالي بنولدها بالأيرلي تيرم اللي هو عالثبا وثلاثين لو كان سيفير هايبر تينشن كرونيك هايبر تينشن ومش كونترول عن طريق هدول الادوية بنعطيهم هدول الادوية وما في استجابة هنتطر نولدها عالثبا وثلاثين اسبوع هيك احنا بكون تينكيو محاضرة لزيزة زي العسل ان شاء الله اي سؤال اي استفسار بعتولي في امان الله